خمس وسبعون ثانية فقط كانت كافية لإزالة مدن بأسرها وتغيير ملامحها وتاريخها وهي مدة زلزالين بقوة 7.7 و7.6 درجات ضربا مدينة كهرمان مراش جنوبية تركيا الكارثة التي وقعت في السادس من شباط الماضي خلفت خسائر ودمارا غير مسبوقين فزلزال القرن كما جرت تسميته تسبب بمقتل أكثر من خمسين ألف شخص في تركيا ونحو ستة ألاف آخرين في سوريا كما أن الزلزال أثر بشكل مباشر على حياة أربعة عشر مليون شخص في مناطق جنوبي تركيا بعدما تضرر أكثر من مائتين وأربعة عشر ألف مبنى وأمام مأساة أكبر زلزال يضرب منطقة الأناضول منذ ألفين عام تبعه ألاف الهزات الارتدادية العنيفة رجح البعض وقوف تركيا عجزة أمام هذا التحدي لسيما وأن حجم الفاجعة أكبر من أن تحتويها كبريات الدول بيد أن الحكومة التركية أثبتت مرة أخرى مدى نجاعة طرقها وأسليبها في احتواء الأزمات والكوارث والخروج منها مهما بلغت شدتها وتعقيداتها فقبل أن ينجلي غبار الأبنية التي أصبحت قبوراً لكثير من سكانها سخرت الطواقم الحكومية كافة إمكانياتها منذ الساعات الأولى من الزلزال واستمر عملها على مدار أسابيع طويلة من أجل إنقاذ حياة آلاف المتضررين وتقديم جميع الخدمات الصحية والإغاثية لمئات الآلاف من المشردين وتوفير مساكن مؤقتة لهم وعلى الرغم من أن الإحصائيات المعلنة لقيمة أضرار الزلزال الاقتصادية تقدر بنحو مئة مليار دولار إلا أن هذه التكلفة الباهظة لم تقف حاجزاً أمام عزيمة الحكومة التركية التي أطلقت على الفور خططاً استراتيجية لإعادة بناء مئة ألف منزل في مناطق الزلزال وبالفعل شرعت الحكومة بتوزيع الدفعة الأولى من تلك المنازل خلال عيد الفطر المبارك في إنجاز تحدد فيه أنقرة عامل الزمن المعالجات الحكومية والجهوزية العالية باتت محل تقدير واسع لدى الشعب التركي المنتشل من مأساة إنسانية كبيرة لسيما وأن الحكومة التركية أعلنت البدء بخطة جديدة لإعادة بناء وترميم نحو مليون ونصف المليون وحدة سكنية في عاصمة تركيا الاقتصادية والسياحية إسطنبول التي يسكنها أكثر من 16 مليون نسمة ترجمة نانسي قنقر